اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخواني واخواتي الكرام يعني بعضكم اخذ دورات عندي في السابق في موضوع الرسم العثماني فسوف يجد انه في تشابف في بعض الموضوعات الخاصة باديها الدورة مثل القراء والاحرف السبعة ونشأة القراءات ومدارس القراءة وغيره اخواني اخواتي الكرام موضوع الهجات العربية موضوع دسم كثير يعني يحتاج الى اوقات كثيرة للتجهيز والاعداد لهذه المحاضرات كما انه موضوع دسم في ذاته ولا نستطيع يعني ان نوفيه حقه بالكامل في هذه الدورة ولكن سوف نجتهد بإذن الله تعالى بحيث ان نعطيكو ان شاء الله يعني اكتر شيء بهذا الموضوع بإذنه تعالى سوف تكون اليوم محاضرتنا في العموميات لن يعني نزيد عليكم سوف تكون موضوع عموميات تعريف عامة في ايش بهذه الدورة القرآن الكريم اخواني اخواتي هو حياة هذه الامة سبحان الله اذا ابتعدت عن القرآن الكريم ولو لحظة معينة تبتعد عنها معالم الحياة بالمطلق ولا يعني وحياة اللغة العربية سبحان الله في هذا الكتاب الكريم ولا يعرف التاريخ يعني اللغة اتصلت حياتها بكتاب مقدس كما تتصل حياة اللغة العربية بالقرآن الكريم فلا سبيل لكي نفهم حياة هذه الامة الا ان ندرس كتابها وندرس لغتها التي عاشت فيه ولا يوجد يعني درس لغوي اكثر عمقا من درس يصل بين اللغة العربية والقرآن الكريم لا شك ان العلماء القدماء قدموا مجهودات عظيمة في الدرس اللغوي للعربية ولكن المصدر يعني الاول الذي صدرت عنه هذه اللغة يعني اصل او نشأة اللغة العربية لا تزال يعني تصدر عنه يعني فيها بعض الغموض حتى الآن فنحن سوف نتحدث في هذه الدورة بإذن الله تعالى محاولة ان نفهم الدرس اللغوي العربية قبل الاسلام كما تمثله القراءات القرآنية لا شك ان القراءات القرآنية تمثل منهج الاسلام اخواني اخواتي لهذا لسه ما فيش سلايد اعتقد الان مقادمة عامة في شكل عام اذا القراءات القرآنية تمثل منهج في النقل يعني لا يعني يستطيع مصدر اخر ان يكون وثيقا يعني كعلم القراءات يعني خلينا نقول علم الحديث لا لا يكون مستوى علم الحديث زي مستوى القراءات القراءات مستوها اعلى من ذلك بكثير طيب ماذا نقصد باللهجات العربية العربية يعني هل نقصد انه كان العرب عندهم لغات عامية طبعا لابد ان نعلم انه رب الاسلام ما كان في عاميات مطلقا واذا كان في عاميات بسيطة لا ندري عنها شيئا نعرف ان العرب كانوا فصحا وكانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة بعدين عنوان كما تلاحظون عنوان البحث اللهجات العربية في القراءات القرانية القراءات القرانية لا تمثل اي شيء من العامية فاحنا ان شاء الله اذنه سوف ندرس العناصر التي تتكون منها اللغة العربية الفصحة والخصائص اللهجية خصائص لهجة كل قبيلة من القبائل العربية يعني خلينا نقول كانت هذه اللهجات موجودة عند القبائل العربية ومن ثم دخلت الفصحة اليها فصارت جزءا من هذه الفصحة التي يقرأ بها الشعر القرآن الكريم عفوا وينظم بها الشعر طبعا هذه الدورة يعني اغلب محاورها هو عبارة عن منهج لغوي وصفي يعني نصف الاشياء وصفا ولا يعني نميل انه نفسرها تفسير منطقي او تفسير فلسفي ولكن يعني ممكن انه نعمل استعمال ايه ليش للظن الغالب لما يكون ما لا يوجد لدينا يقين في شيء معين لابد ان نعلم ان درس الهجات العربية هو عبارة عن دراسة بيئية ليس دراسة عنصرية يعني اذا بدنا نفهم او اذا اردنا ان نفهم ظاهرة معينة او ظاهرة لغوية معينة تنتسب الى قبيلة بذاتها فلن يعني يكون درسنا او فهمنا لها صحيحا باعتبار ان هذه القبيلة تنتسب الى عدنان او الى قحطان طبعا هناخذ اصول العرب العدنانيين والقحطانيين هناخذهم اصول ولكن لا بد ان ندرسها باعتبارها انها تعيش في بيئة معينة يعني مثلا قبيلة قريش تعيش في مكة قبيلة تميم تعيش في نجد هكذا فلاحظنا ان القبائل التي تعيش حياة تحضر واستقر تميل الى طرق او طرائق في اللغة تختلف عن يعني التي تميل اليها قبائل البادية فهذه الدورة سوف تكون دراسة عبارة عن جغرافية زي الدراسة بشرية لشبه الجزيرة العربية وبعدين سوف نجمع القراءات التي كانت في هذه الجزيرة العربية ونستخلص منها ما اشرت اليه المصادر على انه من اللهجات طبعا دورتنا سوف يعني تكون تنقسم الى اربع مستويات يعني اللهجات تنقسم الى اربع مستويات مستوى صوتي ومستوى صرفي ومستوى نحوي ومستوى دلالي وسوف نرجع هذه الظواهر الى بيئتها يعني مع استعمال يعني غالب الظن انها من هذه البيئة المعينة في نهاية هذه الدورة سوف يكون لدينا اطلس لغوي مجموعة فيه العناصر اللهجية موزعة على اماكنها من شبه الجزيرة العربية طبعا في هنا ملاحظة انه هذه اللهجات العربية تبعد عن حقبة من الزمن تزيد عن خمسة عشر قرنا الف وخمسمائة عام فمحاولة الرصد وتحليل الظواهر اللهجية يكتنفها شيء من المخاطر وشيء من الغموض كما ان المصادر القديمة في اللهجات اخبارها ضنينا قليلة الاخبار في هذا الموضوع وقليلة واغلبها يعني مخطوطات وكثير من العلماء الذين يعني فكوا هذه المخطوطات كما كما ان اللغة يعني عفوا انه تاريخ العام لشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام هو تاريخ غامض شديد الغموض وتاريخها اللغوي ايضا اشد غموضا لانه هذا المكان اللي هو يعني مصدر حياتنا ومصدر لغتنا ومصدر قرآننا لم يجد العناية والبحث العلمي الدقيق المحقق فنقل الينا هذا التاريخ عبارة عن اساطير وكانت الدراسات العلمية في موضوع الواقع اللغوي لشبه الجزيرة العربية معدوم بالمطلق ولكن هناك علماء يعني معاصرين بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير مع كل هذه الصعوبات حاولوا حاولوا أن يجدوا حلول علمية في موضوع اللهجات العربية في الجزيرة العربية وإن شاء الله تعالى سوف تكون أيضا هذه الثورة يعني محاولة أو خطوة على الطريق في فهم موضوع اللهجات العربية في القرآة القرآنية طيب قبل أن نتحدث أو ندخل في الموضوع اللاجات العربية بدنا نسأل سؤال مثلا نقول ماذا تعني كلمة عرب أو عربي من يعرف يرفع يده بدنا نكون في محاضرة تفاعلية ماذا تعني كلمة عرب أو عربي من يعرف يرفع يده سواطيه المجال للتحدث طبعا طبعا إذا في معنى أخوة أو أخوات جنسيات غير عربية أرجو أنهم ما يتحسسوا لهذا الموضوع لأنه موضوعنا إحنا أنه اللهجات العربية في القرآة القرآنية في موضوعنا إيش يعني هذا هو مجاله فإذا لدينا أخوة أو أخوات من جنسيات أخرى غير عربية ما يتحسسوا من هذا الموضوع ما فيش حدا فيه يعرف ما معنى عربي فأما كلكم عرب وكلكم مسلمين مش عارفين إيش معنى كلمة عربي مشكلة هذه والله دكتور صفوت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله شيخ الحبيب حي الله يا دكتور حي الله أنت دائما متألغ والله أنا أحاول يعني عشان بس يعني بس تأثير التفتير يعني أظن والله أعلم أنه هو في دماغي اللي أنا قرأت يعني لا أذكر أين ممكن يكون معنيين المعنى الأول هو عربي صفة معنى عرب صفة أي الفتوة والشباب يعني فيها الفتوة وقيل أنه منها عربا أترابا لأنه بيكونوا شباب يعني في الجنة والمعنى الثاني اللغوي أيضا هو الإفساح لأنه معنى الإعراب أو العرب أنه يفصح ويبين عن مكنون الشيء يعني ما ذكر لنا قرأت متفرق لا أذكر أين بارك بارك لديك يا دكتور جزاك الله كل خير الأخت أذين تفضل أخت أذين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال تفضل الله يباك فيك أخت أذين وحييك يا ربنا نعم في البداية أنا لست عربية وليس هناك أي حساسية من ناحية الموضوع بارك الله فيكم إن شاء الله نزداد علمه معكم إن شاء الله الله إذا أحيك لكلمة عرب ثلاث معاني اختلف الباحثون في كلمة عرب منهم من يرى أن العرب هم أبناء يعرب بن قحطان نعم والذين يعني نسبوا هذا الكلام هم مؤرخين وعلماء اللغة العربية نعم وسميوا عربا لأنهم تميزوا عن الأمم الأخرى بالإعراب وهو الفصاحة والبيان في اللغة نعم هذا الرأي ورأي آخر يقال أن كلمة عرب معناها صحراء أو بادية وأظن أنها وردت في النقوش الآشورية التي ترجع إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد نعم أفهم السابع أو السابع عشر لا أتذكر المعلومة بالضبط والرأي الثالث الرأي الثالث أن كلمة عربي تدل على تدل يعني مشتقة من كلمة عبرة بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر أو عبرة السبيل يعني بمعنى شقها وذلك لأن العرب أو العبرانيين كانوا من الأمم البدوية يعني الذين ينتقلون من ناحية إلى ناحية أسرة هذا أخت أفين التعريف الثالث من العبرانيين العبرانيين الذين عبروا النهر نهر الأردن لما قتل داود جلوت هذا العبرانيين المعنى الثالث ليس ذقيقة أخت أفين بارك الله فيك على الأمم هذا ما أذكره الشيخ نالفاض الله يبارك فيك شكرا لك أخت الكريمة بارك الله فيك طيب إخواني أخواتي الكتب السماوية يعني مثلا زي التوراة وغيرها ترى أن كلمة عرب هي البداوة والعيش في البادية وأيضا كلمة عرب عندهم أيضا موازية للإسماعيليين يعني نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام فكل يعني أغلب المراجع القديمة لغير العرب يقولون أنهم هم البدو الذين يعيشون في البادية حتى الحضارة البابلية أيضا والحضارة الأشورية تعرف العرب على أنهم يعني هم سكان البادية سكان البادية أو ما يسمون بالبدو ولكن هناك تعريفات أخرى لكلمة عربي العربي في اللغة هي التمام والكمال والخلو من النقص والعيب فكلمة إن أنزلناه قرآنا عربيا أي قرآنا خاليا من النقص والعيب أيضا في سورة الواقعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا الله سبحانه وتعالى وصف الحور العين بالتمام والخلو من العيب والنقص ذكر في القرآن الكريم أيضا كلمة الأعراب الأعراب ذكرت على سبيل الذنب وليسوا مقصود بها هنا هم سكان البادية وحاش الله سبحانه وتعالى يعني أن يذم أناسا بسبب مكان سكنهم لو كان المقصود يعني مثلا بالأعراب سكان البادية لو وصفهم الله سبحانه وتعالى بالبدو كما جاء يعني على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فالأعراب إذن هم ناس خلينا نقول يتصفوا بنقص في العقيدة ونقص في الدين فنقول عرب وأعراب يعني مثلا هنا ينتقل المعنى من ينتقل المعنى من الجميل إلى الذميم أو إلى القبيه مثلا نقول قصط عدلة قصط عدلة أقصط أظلم أقصط أظلم لما نقول عرب أي خلى من العيب لما نقول أعرب نقص وشم له العيب إذن هناك فرق بين عرب وأعراب يقول الحق تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه له كلام جميل في موضوع العرب واللغة العربية ماذا يقول يقول اللغة العربية هي لغة القرآن ليست لغة بشرية أصلا بل هي لغة السماء التي علم الله بها آدم الأسماء كلها ثم هبط بها إلى الأرض وكانت هي لغة التواصل الأولى بين البشر على فكرة أنا بعت لكم فيديو والأخت سمي أيضا أرسلته لكم علم اللغة الكونية للدكتور سيد الشربيني وأرجو منكم جميعا أنكم تستمعوا لهذا الفيديو لأنكم ستستفيدوا منه بشكل كبير في موضوع محاضراتنا طيب نأتي إلى موضوع اللهجات العربية ما الفرق بينها وبين اللغة الفصحة أو بينها وبين العميات اللهجات هي العناصر التي تتكون منها الفصحة أو الخصاص اللهجية التي تنتسب إلى قبائل بذاتها ثم دخلت عليها الفصحة وصارت جزءا منها أي صار لها مستوى من الفصاحة يقرأ به القرآن وينظم به الشعر اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة يعني ممكن نقول بيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأعام وأشمل تضم عدة لهجات بكل من هذه اللهجة خصائصها ولكنها تشترك جميعها في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات ببعضهم البعض وفهم ما يدور من حديث يعني بينهم فهما يعني يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات البيئة يعني تألف من عدة لهجات وهي التي يعني اصطلح على تسميتها باللغة فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي علاقة بين العام والخاص يعني من هو العام العام هي اللغة والخاص هي اللهجة فاللغة تشتمل في العادة على عدة لهجات يعني مثلا نقول اللغة العربية مثلا فيها اللهجة المصرية فيها اللهجة المغربية فيها اللهجة الفلسطينية اللهجة السورية اللهجة الجزيرية اللهجة التونسية وهكذا إذن اللغة تجتمل على عدة لهجات حتى كمان نقول معنى مصغر مثلا نقول اللهجة المصرية تختلف هناك في لهجة أهل النوبة أهل الصعيد أهل أسوان أهل القاهرة أهل الإسكندرية وهكذا إذن هناك شيء عام وهناك إيش شيء خاص طبعا كل لهجة من هذه اللهجات لها ما يميزها جميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات القدماء أخواني أخوات الكرام كانوا يعبروا عن ما نسميه الآن باللهجة كانوا بقولوا عنها لغة ما كان في الكتب الأقدمين حاجة اسمها لهجة كانوا يسمونها لغة ومرات يسمونها لحن فلو فتحت على المعاجم العربية القديمة وبعض الروايات الأدبية مثلا يقولون مثلا يقولون الصقر بالصاد من الطيور الجارحة وبالزاي لغة يعني في ناس بيقولوا الزقر وليس الصقر إذن وبالزاي لغة مقصود بها وبالزاي يعني لهجة أخرى أيضا في أعرابي مثلا يقول في معرض الحديث عن مسألة نحوية يقول هذا ليس لحني ولا لحن قومي يقصد هنا باللحن إيش أنها إيش ليست لهجتي أو لهجة قومي لو كمن لحظتوا في المراجعة القديمة يقولون أصحاب المعاجم إن شاء الله سوف نخذهم هذا كلهم إن شاء الله بإذن الله تعالى بس هالي زي ما قلت لك زي مقدمة مثلا يقولوا هذه لغة تميم هذه لغة طي هذه قبال عربية هذه لغة هذيل هذه لغة قريش هذه لغة الأنصار اللي هم الأوس والخزرج لا يريدون بهذا التعبير سوى ما نعنيه نحن حاليا بموضوع اللهجة العرب القدماء في العصور الجاهلية وفي صدر الإسلام ما كانوا يعبروا ما كانوا يعبروا عما نسميه نحن باللغة إلا بكلمة اللسان فهذه الكلمة مشتركة اللفظ والمعنى في معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربية يعني مثلا وردت كلمة اللسان في القرآن الكريم في حوالي ثمن مواضع ثمن مرات وردت كلمة اللسان ويقصد بها هنا موضوع اللغة طيب سؤال برضو تفاعلي ما هي اللغات السامية ما هي اللغات السامية من يعرف يرفع يده الأخت ميساء سكري المايك من عندك لو سمحت ما هي اللغات السامية أرجو منكم أخواني أخواتي المحاضرات القادمة تكونوا محاضرين شوية بقولوا أننا نحن ساميين ومعادات السامية تسمعوا في الأخبار دايما لما عن الصهاينة لما بدهم يحبسوا واحد أو ينزلوه في الأرض بقولوا هذا معادلة السامية معادلة السامية ما هي السامية طيب طب ما احنا ساميين احنا والصهاينة أبناء عام وثاميين ما هي السامية لاحظوا الأخت أذين ليست عربية من الأكراد وهي هي بتجواب عنكم يعني أنا أرجو منكم يكون عندكم تفاعل أكتر منها ففضل أخت أذين شيخنا يعني هي لغة الأصل لغة الأم اللغة الأصل أو اللغة الأم نعم طيب ماشي بارك الله فيك طيب اللغات السامية أخت أذين ما هي اللغات السامية أظن أنها تنسب إلى آفرق آسوية اللغات السامية اللغات السامية ليس هي لغة يعني القراءة السبعة الثقيل لا 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 أختي لا لا أبعدت كثيرا طيب الأخت تفضل أخت علية السلام عليكم لغة الله وبركاته اللغة العبرية أستاذ اللغات السامية ما هي اللغات السامية تنسب لسام ابن سيدنا نوح هي صحيح تنسب لسام ابن سيدنا نوح ولكن ما هي هذه اللغات ما هي إيش هي لغات السامية أو ما يتفرع من هذه اللغات حاليا موجود أو في السابق أعتدر شيخنا ما عندي ما بقدر أكبس مشان أحط إيدي بس ممكن أجاوب الله يبرك فيكم الأخت نبيلة 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 الأخت نبيلة نعم الله يبرك ماشي أخت نبيلة تفضلي يعني اللغات السامية هي من ضمن أولى اللغات التي استعملت التي استعملت الأبجدية في كتابتها والتي استاوحتها من الهيروغليفية المصرية ومنها انتقلت السامية إلى معظم لغات العالم يعني هذا اللي بعرفه الله أعلم طيب برك الله فيك أختي الكريمة يبدو ما فيش أحدك كمان طيب إحنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة سوف نتحدث عن أصل العرب سوف نتحدث عن أصل العرب ولكن في عجالة ممكن أقولكم يعني أنه اتفق الرواة والنسبون على أن آدم عليه السلام هو أب البشر وأولهم فتكاثر أبناء آدم وعمروا الأرض من بعده حتى خرج سيدنا نوح من نسل سيدنا آدم لأن بعد حادثة الطوفان الشهيرة المشهورة هلكت كل البشرية ولم يبقى على الكرة الأرضية سواء سيدنا نوح واللي معاه في السفينة فلما حطت السفينة على الأرض وقيل يا أرض بلعي ماكي ويا السماء وأطلعي فما تبقى من اللي كانوا في السفينة سيدنا نوح من البشر لم يعقبوا ناسلا وماتوا وبذلك يكون سيدنا نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر بعد سيدنا آدم إذن عندنا أبوين الأب الأول آدم والأب الثاني هو سيدنا نوح فأن السبون يعني النسبون لما أقول النسبون يعني هم الذين لهم علاقة بالأنساب يبينسبوا الأمم لبعض البعض يقولون أنه أمم العالم تفرعت من نسل نوح بعد ذلك فسيدنا نوح أنجب ثلاثة أبناء هم حام وسام ويافث فكان سام وهو الإبن الثاني هو أبا العرب ونسب ونسب ابن إصحاق خمسة أبناء إلى سام ابن نوح واحد اسمه أفر أفر خشذ ولاوذ وإرم وأشوذ وغليم أو غليم إذن اللغات السامية هي أو تنسب إلى الإبن الثاني لسيدنا نوح وهو سام سام طيب الأخت حنان حسن يبتو عندها مداخلة تفضلي أخت حنان السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أخت حنان تفضلي أنا أعرف بس لغات السامية أساسها هي اللغة العربية صح واللغة الأمهالية تقريبا وده لا نعرف هي لن نفكر رحمة الله وتقرأتها قبل كده صحيح صحيح هي بعض بعض الذكرتين بعض طيب بارك الله كيف فيك أختي الكريمة طيب اللغات السامية إخواني أخوات الكرام هي اللغة الأكادية هي اللغة الأكادية رقم واحد وهي اللغة البابلية واللغة الأشورية هذه نمبر ون نمبر تو اللغة الأجروتية أو الأجروتية وهي لغة نقوص لغة نقوش رأس رأس شمر بعدين اللغة الثالثة من لغات السامية وهي اللغة الكنعانية اللغة الكنعانية ويتفرع منها لغات زي الفينقية والعبرية والمؤابية وغيرها من اللغات بعدين اللغة الرابعة وهي اللغة الأرامية السريانية والتي كتب بها الإنجيل والتي كتب بها الإنجيل وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان يتكلم على رأي هذا بعض العلماء أنه كان يتكلم بالسريانية وليس بالعربية وأن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان يتكلم السريانية ثم عندما تزوج من قبيلة جرهم فتق الله يعني لسانه بالعربية وهو ابن 14 عام بعد ذلك أخوات إخواني اللغة العربية الشمالية وهي اللغة الفصحة اللغة الفصحة التي نزل بها القرآن الكريم واللغة العربية الجنوبية وهي لغة بلاد اليمن وما والاها قديما واللي أخذ معي دروة الرسم العثماني بيعرف اللغة العربية الجنوبية وبيعرف اللغة العربية الشمالية وسادسا وهي اللغة الحبشية وهي أيضا قريبة من اللغة العربية الجنوبية طيب كما قلت لكم أنه اليوم يعني هو عبارة عن مقدمات عامة طيب الآن الصفات التي تتميز بها اللهجة تكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها كيفية صدور هذه الأصوات فمثلا الذي يفرغ بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحيان مثلا قبيلة تميم مثلا كانت تقول فزد بدل عفوا بدل بدل أن يقولوا فزد بأتا يقولوا فزد بأدال وانتو تعلموا إخواني أخواتي أنه حرف الطا والتا والدال يخرج من نفس المخرج اللي هو طرف اللسان مع أصول الثناية العليا اللي بدرسوا معي دورة في دورة عليا في علم التجويد برواية حفص عن عاصم أخذناها المحاضرة السابقة في بعضكوا بدرسوا معي في دورة عليا إذن بعض القبائل بدل من يقولوا فزد بيقولوا فزد بأدال بعدين في بعض القبائل بينطقوا الهمزة عين مثلا بدل من يقول فقأ عينه بيقولوا فجع عينه فجع عينه يقلبوا الهمزة إلى عين ويمكن تكون واضحة جدا في عند الصعاعدة لما شخص يسأل شخص آخر يقولوا شفت مثلا يا محمد شفت سعيد شفت هذا يقول له لا يقول له لا يقول لا لا يقلب الهمزة إلى إيش إلى عين موجود هذا عند الصعاعدة وبشكل كبير جدا أكضا مثلا كلمة الأجلح الأجلح وهو الأصلع عند بعض القبال العربية مثلا زي بني سعد يقول عنها الأجلح الأجلح قبيلة هذيل مثلا الذي منها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقولوا أعلى الله العلال أعلى الله العلال يعني أحل الله الحلال يغلب العين عفوا يغلب الحاء إلى عين وفي الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل إلى عبد الله بن مسعود وهو مقرئ الكوفة كان في هذا الوقت فقال له أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل كان عبد الله المسعود يقول حتى حين يقول عتى حين يغلب الحاء إلى عين إذن هذه إيش إذن هذه بعض إيش لهجات مختلفة سوف ندرس هذه اللهجات إخواني وأخواتي بالتفصيل الممل إن شاء الله سوف تمل من كثرة الدراسة فيها فهذه مقدمات بسيطة لموضوع إيش اللهجات إذن اللهجة أو بيئة اللهجة يعني تتميز بصفات صوتية خاصة تخالف كل المخالفة أو بعضها صفات اللهجات الأخرى في اللغة الأخرى في اللغة الواحدة عفوا يعني مثلا بعض الكلمات بعض اللهجات تتميز يعني بقليل من الصفات ترجع إلى بنية الكلمة وناسجها أو معاني بعض الكلمات يعني مثلا بني أسد يقولون مثلا يقولوا سكرانة بني أسد قبيلة من قبال العرب مثلا بعض من قبال تميم كانوا يقولون مديون مدى المدين إحنا في المصدر بنعمل الفعل مضارع مثلا يدين وبعدين بنحول يا المضارع إلى ميم فبتصير مدين لكن هما بيعملوها إيش مديون وفي بعض القراءات القرآنية إن شاء الله حنلاحظ أنه في بعض القرآن جاء بلهجة إيش أو بلغة تميم على نفس إيش الكلمة يعني على نفس وزن كلمة مديون لاحظوا أنه بعض مثلا كلمة الهجرس تعني القرد عند أهل الحجاز وتعني الثعلب عند قبائل تميم لابد أخواتي أخواتي إخواني الكرام أن تكون هذه الصفات الخاصة التي مرجعها بنية الكلمة ودللتها قليلة جدا لماذا لكي لا تكون اللهجة غريبة على أخواتها لأنه إذا كثرت هذه الصفات الخاصة فاللغة أو اللهجة تبتعد عن أخواتها فلا تلبث أن تستقل وتصبح لغة قائمة بذاتها كنتكو واجب لقد كنتم بحاثوا اللغة العبرية بدأ أشوف في حدا ممن يتحدثون اللغة العبرية معنا في المجموعة ولا لأخت مهيمنا معنا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله مهيمنا كيف حالك انشاء الله كويسة الحمد لله بخير اقترنا الفاضل مهيمنا في بعض الكلمات باللغة العربية وباللغة العبرية شبهات من بعض صحيح الكثير اغلب اللغة صحيح مثلا كلمة فتا ماذا يقول بالعبرية الناعر هاي مختلف شوي يالد ولد ايوة بالضبط لكن فتا الشعير ايش البحر بيقول عنه زي اللغة العربية الفصحى يم يم والنجم ايضا احنا فيها كخاذ يعني كوكب كخاذ يعني كوكب كخاذ اه طب الشجرة او الشجر ايضا قريبة من الفصحى هي اغلبها يعني عيت ماشي عيت عين السادة عين السادة عندهم هي عبارة عن حرفين الصاد الرجل كيفر اه الرجل كيفر اه ضبط كيفر او ايش او ايش ايش نعم الجبل اما كيفر من الرجولة يعني اغلب اللغة العبري هي محولة من العربية يعني اذا ترجع لها نعم جبل طبعا اخواني واخرات الكرام ما تستغرب هو انا والاخت مهمنا بنحكي شوية عبري فما يعني مضطرين مستعمر يعني بنعرف كثير من لغته طيب الجبل اللغة عربي فصحى هار على جبل هار هار نعم يعني الجبل اخواني اخواتي الكرام باللغة العبرية هار 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 واحنا عندنا في القرآن على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم اذا هار في اللغة القرآنية هي الجبل هي الجبل ان شاء الله تعالى عندكم تكليف هذا هو ممكن تبحثوا عنه ممكن تبحثوا عن كلمات اخرى قريبة من ايش قريبة من قريبة لغة عبرية قريبة من من اللغة العربية فبتلاحظوا تو زي ما تو تحدثت أنا والأخت مهيمنا انه في كلمات كثيرة الشيوع في اللغة عندنا فحتى نعرف انه هاتين اللغتين شقيقتين او لا بنلاحظ انه كل لغة استقلت بمجموعة مختلفة من الكلمات لكن اذا الكلمات في العموم كانت يعني اغلبها زي بعض بتكون لغة واحدة ولكن اذا لغة استقلت بكلمات مختلفة كثيرا عن اللغة الاخرى تصبح هاتين اللغتين مختلفتان عن بعض البعض مثلا صيغ الأفعال الجموع أداة التعريف يعني مثلا أداة التعريف احنا عندنا في اللغة العربية الل التعريف نقول الرجل الفتى العم الخال في اللغة العبرية أداة التعريف هي ها هيم البحر ها يم هنا ها يعني زي احنا ما نقول ال هنا ها وطبعا في عندنا احنا في اللغة العربية كمان أداة التعريف عند أهل اليمن القدماء بالألف والميم الهمزة عفوا والميم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أمنا بر أم صيام في أم صفر يعني هل من البر الصيام في الصفر فالنبي فهم عليه فهنا أهل اليمن يقلبون للتعريف إلى همزة وصل وميم أم بر البر أم صيام الصيام أم سفر السفر سوف ندرس من ضمن اللهجات القرآنية من اللهجات العربية القديمة لإذن الله تعالى إذن لابد أن تشترك كتبوا السؤال هذا جميعا هذا مطلوب منكم وأي أخ أو أخت يبحث في كلمات أخرى لا مانع لديها وترسلوه لي إذن لابد أن تشترك لهجات اللغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها وفي معظم الأسس التي يعني تخضع لها بنية الكلمة وكمان تركيب الجمل فإذا اختلفت معاني معظم الكلمات واتخذت أساس يعني خاص في بنية كلماتها وقواعد خاصة في تركيب الجمل لا تسمى حينئذ لغة وإنما تسمى لهجة مستقلة وإن ظلت يعني تتصل وغيرها بيعني بروابط تنتمي إلى فصيلة واحدة من الفصال اللغوية زي ما لاحظتوا اللغة العربية واللغة العبرية في بينها شوية كلمات يدل على أنها مشتقات من أصل واحد ولكن نظرا لأنه في كلمات كثر مختلفة وفي تركيب الجمل والقواعد الخاصة بهم إذن لو سألنا قلنا الفصيلة اللغوية ما هي الفصيلة اللغوية هي تتكون من عدة لهجات عفوا من عدة لغات ترجع يعني جميعها إلى أجندة واحدة أو أرومة واحدة وقد احتفظت يعني كل منها بصفات يسهل على الإنسان اللغوي المتخصص رجعها إلى ذلك الأصل القديم هذه العناصر لا يصيبها إلا قليل من التغير مع مرور الزمن ورغم تطور يعني فروع الفصيلة الواحدة هذه العناصر كما تلاحظون هي الضمائر أنا نحن هي هو في العبري بقولوا أنا أنا نحن أخت أخت مهيمنة أنت أنت صحيح هن إيش بقولوا هن هن نفسها هي طهير بسيط وهم إيش بقولوا هم بالميم هم وهن نعم يعني هما وهم بالضبط نفس اللي على العربية تمام وهؤلاء إيش بقولوا هؤلاء في في من أولاء هائلي هائلي أيوة هائلة بتحطها التعريف طبعا من هؤلاء بالضبط هي تحريف بسيط وحروفهم أبجد هوا تحطيك كلامهم صحيح فتصرح في اللغة العربية نفسها نفس الحروف العربية صح نعم تمام فأدينا أخواتي إخواني بالأعداد برضو واحد اثنين تلاتة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسع عشرة مثلا في اللغة العبرية بقولوا أخاد شتايم شلوش أربع حميش شيش شيفع شموني تيشع عسر هيا عديت لكم بالأبري اللغة مساء الله دكتور أسماء الإشارة والموصول كمان هذا هذه هؤلاء وهكذا بعدين بنلاحظ أنها تشترك في معاني نسبة كبير من الكلمات ذات الزلال القديمة زي مثلا أرض السماء ألقاب الأسرة الأب الأم الأخ يعني مثلا كلمة الأرض باللغة العبرية بقولوا عنها أرتس أرتس أرض السماء بقولوا عنها شمايم الأب بقولوا عنه أبا شلي أبوي الأم إيماشلي أمي الأخ بقولوا أخ شلي الأبن بن شلي ابني هذه باللغة العبري التي حكيت لكم إيماشي أدوات الربط بين أجزاء الجملة مثلا ذهب محمد وسعيد الواو هنا باللغة العبري أخت مهيم أنا إيش نقول ذهب محمد وسعيد بدل الواو هي ولكن نسموها فاب يعني و و و ليها باللغة العبري أشوف هلاخ جملة هلاخ أحمد في سعيد هلاخ أحمد في سعيد في سعيد يا فاب إذن إخواني أخواتي الآخرين من بلاد المغرب العربي وبلاد العربية الأخرى هلاخ ذهب محمد يعني محمد ذي سعيد ذي و هذه ربط بين أجزاء الجملة المعينة أيضا إخواني أخواتي الكرام نشتراك في كيفية تركيب الجمل يعني مثلا إحنا عندنا الجمل الإسمية مثلا في اللغة العربية والجمل الفعلية الجمل الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر أو من فعل وفعل ومفعول به مثلا نقول أكل محمد التفاحة أكل فعل ماضي ناغص محمد فاعل مرفوع بالضمة التفاحة مفعول به مثلا منصوب بالفتحة هذه 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 تركيبة الجملة الفعلية الجملة الاسمية مثلا نقول السماء جميلة السماء مبتدأ جميلة خبر مبتدأ وكلهما مرفوع أخت مهيمنة هتيلي كيفية تركيب الجمل في اللغة العبرية هتيلي جملة اسمية وجملة فعلية بالضبط نفس الشيء الجملة الفعلية بتبدأ بل لكن هم الفعل بأخروا بعد الاسم يعني ممكن يبدأ الاسم يعني مثلا يأكلوا الولده هم بشكل عام هيا لد أخيل تميد عندهم دايما يبدأ عندهم خلينا أعيد لما نقول احنا بالعربي الولد يأكل يأكل الولد عفوا هايلد وخيل يعني الولد هايلد وخيل كما تلاحظون في ايش في تشابه حتى في اشتقاغ الكلمات هتيلي جملة اسمية أخت مهيمنة مثلا نقول مثلا يام بحر بحر أزرق يام كحول برضو جملة اسمية أو هيام كحول نفس الشيء تعريف حتى هايام مثلا نقول السماء جميلة أو السماء صافية شمايم شمايم يفا لأنه برضو عندما التذكير بالضبط الشمايم هي مؤنسة هاي الشمايم يفا السماء جميلة أو نقول مثلا البحر أزرق هايام كحول كحول أزرق صحيح في اتنين رفعين أيدي نشوف مين هم دكتور صفوط والأخت درودا سعد دكتور صفوط تفضل سلام عليكم شيخنا الحبيب دكتور الكلام مش واضح بالاسم لألكم ولا كيف لا لا الجميل لسا أنا كنت من وانا شباب بعد ما اتخرجت كده كنت خدت كم حضرة في العبرية وكنت عايز بس للأسف مكملتش لكن في حاجات ذكرها من أيامها يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بشيم هايلوهيم هارحمن هارحوم مش كده ومسلا كان الرجل يقول لي إلى اللقاء يوم اللي هي الأيام بقى شبت السبت شبت شلوم شني اه لهيت راوت في يوم شني يعني إلى اللقاء يوم الاثنين بثنين يوم شني لهيت راوت في يوم شليشي الثلاث مرش الله هيت راوت في يوم رفعي الأربع غلاص إن شاء الله سوف نستعين بك في هذه الدورة انت هو الوخ معي من إن شاء الله هيت راوت في يوم حميشي عشاء الله بس على فكرة ليهيت راوت برضو هي لغة عربية يعني حتى نرأى لا بالضبط من الرؤية يعني نتراأى لذلك لما نرجع نلقى نتراأى راوت من راقى بالضبط يقوله عربية نعم نعم بارك الله فيك حبيت أشارك حياكم الله في أخ أو أخت شفت رافع يده الأخت رضا سعد أعتقد نعم نعم شايفان السلام عليكم حياكم الله أخت رضا تفضلي الله يعزكم ويسعدكم يا رب برضو اللي لحظته إن اللغة اللغة التركية نفس الكلام قريبة جدا من العبرية وفيها قواعد كتير من العربية يعني زي أدوات الرط زي و هي برضو بتتقال في في اللغة التركية وترتيب الجمل نفس الكلام برضو بيأخروا الفعل لآخر كلمة في الجملة وعندهم جملة اسمية وجملة فعلية نفس الكلام برضو نعم بارك الله فيك أخت جزاك الله كل خير ناخد ناخد مداخلة من أحدى الأخوات من بلاد المغرب العربي سواء كانت من الجزائر أو من المغرب أو تونس تفضل نشوف كيف الربط عندهم برضو في قريب من اللهجة عندهم ولا كيف زي اللغة العبرية ولا كيف لأخت سمية معنا السلام عليكم يبدو لغة سمية لغة سمية تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تسمعون أنا شيخنا نسمعك نعم نعم نكلمنا ما هو مختلف كثيرا عن كلامكم يعني كفلسطينيين وكعالم عربي يعني نفس الربط تقريبا نعم نفس الأمر ما فيش اختلاف كبير ما في أي خلاف فقط يعني ربما كلماتنا الكلمات الكلمات التي نستعملها يعني فيها اختلاف لأنه كما تعلمون أن المغرب فيها أولا فيه الأمازيغية تختلط باللغة العربية والأمازيغية كذلك في المغرب أنواع عندنا ريفية وعندنا سوسية وعندنا ححية وعندنا قلعية وعندنا يعني غلة هجة الأمازيغية كثيرة وكل اختلاف لهجة الأمازيغية نجد كلمات في اللهجة العربية الدارجة المغربية فيها كلمات كثيرة أمازيغية ثم كذلك كلمات دخيلة فرنسية يعني حولناها كهيئة على الفرنسية نستعملها كعربية كلمات معربة كلمات معربة من الفرنسية نعم نعم شيخان وكذلك كلمات أمازيغية كين في كلماتنا بارك الله فيك أخي السمين الله يجزيك كل خير نسمع الأخت أفين سلام عليكم أخت أفين أخت أفين أفيدين بالنسبة للغة الكردية نعم اللغة الكردية يعني هي تحتوي على عدة لهجات منها البادنية والسورانية والزازية ويعني نتحدث بها بطلاقة الحمد لله والشكر أيضا تحتوي على أسماء إشارة وتحتوي على الضمائر وتتقدم الفاعل على الفعل نعم نعم تتقدم الفاعل على الفعل نعم تختلف عن العربية نعم تختلف عن العربية نعم نعم وأظن تحتوي على عدد كثير من الكلمات ما يقارب مليون ألفين كلمة عشاء الله عشاء الله نعم تعتبر أظن اللغة الخامسة يعني من مجموعة عدد الكلمات طيب بس على الاستطاق لأي من اللغات يمكن نضيفها من اللغات السامية للغة الأكادية مثلا للغة الأشورية أو البابلية أنا ما أظن اللغة الأشورية يعني ممكن نقول اللغة الكردية تحت فصيلة اللغة الأشورية نعم أنا ما أظن نعم لأنها هي بلاد بابل والعراق يعني كانت فيها اللغة الأكادية اللغة الأكادية كانت في بلاد العراق ومحولها نعم بارك الله جزاك الله بارك الله جزاك الله رحم إذن قلنا الاشتراك في إيش في كيفية تركيب الجمل طيب الاسلاد الأخير وبه يعني ننهي محاضرات من هذا اليوم لأنه الآن تجاوزنا الساعة إلا إذن تحبين يعني نزيد عن الساعة ما عندي مانا إذن الصفات الصوتية التي تتميز بها اللهجات أنه هناك اختلاف في مخرج بعض الأصوات الغوية بعدين اختلاف في وضع أعضاء النطق من بعض الأصوات يعني مثلا حرف الفي نحن عندنا حرف الفا في بعض اللغات حرف الفي بعرفش كيف مثلا حرف الضاد حرف الضاء حرف العين حرف الحا في يعني أعضاء النطق في بعض الأصوات تختلف من إيش من لهجة إلى لهجة أخرى بعدين اختلاف في مغياس بعض أصوات اللين أصوات اللين هي مغصوب بها يعني الحركات الطويلة والقصيرة يعني مثلا فتحة هي إيش حركة قصيرة ألف مادية إيش هي عبارة عن فتحة طويلة نقول أ أو أ أو ضمة أو صارة أو مادية يا كسر إي صارة إيش يا مادية بعدين تباين في النغمة الموسيقية للكلام وآخر شيء بيكون في اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين تتأثر بعضها وبعض إحنا في عدنا في إن شاء الله حناخدها مستقبلا إن شاء الله هي موضوع إيش الإضغام الإضغام والإظهار في بعض القبائل تضغم وفي بعض القبائل إيش تضغم فكما تلاحظون إخواني أخواتي الكرام إنه اللهجات تتباعد أو تتقارب بعضها من بعض على قدر اجتمالها على الصفات اللي انتم شاهدوها السابقة فممكن أن يكون للغة الواحدة عدة لهجات متقاربة ولا يعني يفرق بين اللهجة وأخرى سوى صفتين أو ثلاث من هذه الصفات بعضها باللاحظ أنه هناك لهجات بعض اللغات متباعدة عن بعضها البعض حتى يعني لا تكاد يعني تبين للسامعين ولا يكاد يفهمها كل الأفراد في شعب من الشعوب طيب يعني من الصعب علينا أنه نضع حد أدنى للفروق بين لهجة وأخرى أو بين لهجات اللغة الواحدة لأنه ليش لأن عملية النطق ليست إلا نشاط عضلي يختلف أداءه باختلاف أفراد البيئة اللغوية الواحدة ففي تجارب علمية دقيقة قام بها علماء الأصوات وجدوا أنه لا يوجد شخصين في بيئة واحدة ينطقان نطق متماثل تمام التماثل بل أنهم أيضا لاحظوا أنه أنه الإنسان نفسه لا يستطيع أن تكون يعني لهجته دائما نفس الشيء أيضا إخواني أخوات الكرام هناك ظروف اجتماعية في البيئة الواحدة قد تولد أنواع من اللهجات الخاصة يعني مثلا المزارعين لهم لهجة خاصة بهم الصناعية لهم لهجة خاصة بهم الطاعة الطرق واللصوص لهم لهجة خاصة بهم وبرضو الجماعات مثلا الدينية أو الجماعات هذا لها لهجات خاصة بها جماعات سياسية معينة لهجات خاصة بها هذا التشعب في اللهجات يعني لا يكفي أن تهي فالمحدثون بينظروا في الغالب إلى صفات اللهجة العامة التي تنظم الأفراد في بقعة جغرافية معينة فمن الأسير أن يتم تحديد الحد الأدنى التي تتميز به اللهجات ولكن إذا برزت صفات خاصة واتضحت للسامعين وظهر اختلافها عن صفات البيئة يعني أخرى لنفس اللغة يقول أن هناك لهجة قد نشأت وتميزت وتدرس على أنها لهجة متميزة طيب إذا وجدنا في بيئة اللهجة الواحدة منطقة صغيرة ذات خصاص متميزة تنخلف يعني ما يشيع في هذه اللهجة من صفات يعني مثلا نجد مثلا ناس ينضغوا القاف غين مثلا أهل السودان بذل ما يقولوا إن الله على كل شيء قدير بيقولوا إن الله على كل شيء غدير إن أنزلناه في ليلة القدر بيقولوا في ليلة الغدر يقلبوا القاف غين هذه وبعضهم يقلب القاف همزة زي عدنا في فلسطين مثلا بدل ما يقول قال وقلنا بيقول قال وقلنا وأنا قلتلك وقلتلك ومش عرف شو من الكلام هذا إذا يتم يتم قلب الهمزة عفوا العين القاف همزة فإذا ظهرت أشياء زي هذه مسمونها اللغويون جزيرة لغوية جزيرة لغوية سبيش آيسلاند سبيش آيسلاند فاللغوي يهتم بهذه الجزيرة اللغوية اهتمام كبير في دراسة موضوع اللهجة ويحاول يتعرف هذا اللغوي أو المتخصص تاريخ هذه القرية والسر في احتفاظها ببعض العداد النطغية مثلا عندنا في الخليل مثلا أو القرى الفلسطينية في الضفة الغربية في عندنا ما يسمى في اللغة العربية بموضوع الكشكشة الكشكشة مثلا سألت عنك سألت عنك بقول سألت عنك بيختمها بالسي سألت عنك كيف حالك بقول شيف حالك شيف حالك إذن هذه جزر اللغوية تحتاج إلى دراسة اللغويين اللي يهتموا بدراسة هذه الضوار خواني أخواتي الكرام يعني هذه كانت بدايات أو مقدمة في موضوع هذه الدورة إن شاء الله إن شاء الله الدورة ستكون ممتعة جدا إن شاء الله ولكن أرجو منك أنك يعني يكون عندك تحضير واستداد لهذه إيش الدورة لأنها دورة حقيقة غنية جدا بالمعلومات غنية جدا يعني الله يعينك ويعينني على كم المعلومات الموجود في هذه الدورة فإن شاء الله تعالى إذا رأيت منكم نشاطا سوف يعني أتقدم في هذه الدورة وسوف أبحث وأتيكم بأشياء جديدة إذا شفت كسالة فسوف يعني أنهي هذه الدورة من خلال ست لعصم لقاءات وخلاص فالأخت رضا والأخت علي بعد إذنك شوي خليني بسي أقولكم ما هي موضعات هذه الدورة حتى تكونوا يعني إيش مستعدين لهذه الدورة موضعات هذه الدورة إخواني أخوات الكرام اللي بيسجل يسجل يكتب القرآن واللغة العربية اللهجات العربية والعامية الدراسة البيئية لللهجات صوبة دراسة اللهجات القديمة ثم سوف نتحدث عن شبه الجهزة العربية حدودها أقسامها سوف نتحدث عن الجغرافيا اللغوية سوف نتحدث عن أطلس لغوي هميتو ثم سوف نتحدث عن حدود الحدود القديمة لشبه الجزيرة العربية ثم في الفصل الثاني سوف نتحدث عن القبالي العربية واهتمام العرب بالأنساب وتصنيف الأنساب وبعدين أصل العرب القحطانيين والعدنانيون والقبال التي تنذرج تحت كل تحت من القحطانيين والعدنانيون بعدين سوف ندخل في موضوع اللغة العربية واللهجات العربية سوف ندرس الواقع اللغوي قبل الإسلام وأسباب نشأة اللهجات لماذا نشأت اللهجات وكيف تكون العربية قبل الإسلام القدماء ولهجة قريش لماذا لهجة قريش لأنه في الأغلب القرآن نزل بهجة قريش ثم سوف ندخل على بعض المعاجم والمراجع في لهجات القبال في الكتب العربية القديمة وفي الباب الثالث سوف نتحدث عن القراءات واللهجات القراءات نشأتها تطورها سوف نتحدث عن الأحرف السبعة أسباب اختلاف القراءات القراءة السبعة القراءات الصحيحة القراءات الشاذة طبعا هذا الموضوع القراءات واللهجات يعني هذا اللي درسوا معاي الرص العثماني سوف يكون غير جديد لهم لأنهم أخذوا فيه سوف نتحدث في الفصل الثاني عن القراءات أنها مصدر أصيل لللهجات بعدين سوف نتحدث في الفصل أو في باب الرابع عن موضوع دراسة لغوية في اللهجات سوف ندرسها من ناحية الصوتية ثم من ناحية الصرفية ثم من ناحية النحوية ثم من النواحي الدلالية وفي نهاية الدورة بإذن الله سوف يكون سوف يتجمع لدينا أطلس لغوي فيه شبه الجزء العربية والقبال العربي قبل الإسلام ومثلا الهمز ستكون عندنا خريطة مرسومة لها خريطة أي القبال التي تهمز والقبال التي تسهل الصورة الحلق مثلا القبال التي تحروف المضارعة مثلا القبال التي تضغم والقبال التي تظهر القبال التي تفتح والقبال التي تميل وكثير من الظواهر اللغوية إن شاء الله أشكر لكم إخواني أخواتي الكرام حسن استماعكم وأعادكم الله على هذه الدورة دورة زخمة ومليئة بالمعلومات وإن شاء الله ربنا يعيني ويعينك على هذه الدورة ممكن أخي يسأل وأخي يقوله طب قديشي شيخ ممكن تستمر هذه الدورة لا أستطيع أن نحدد ممكن تستمر سنة أو أكثر أو أقل حسب الجهد والنشاط طبعكم بإذن الله قبل أن ننهي هل هناك أخ أو أخت يود أن يسأل يتفضل يرفعه ويتفضل الأخي تفضلي السلام عليكم شيخ خنا حقيقة تفضل أختي الكريمة الله يعزكم عايزة أعرف إيه الكتب اللي ممكن نستعيد نستعين بيها لتحضير الدورة إن شاء الله بإذن الله سوف أرسل لكم إن شاء الله كشف بالكتب الحقيقة إنه كتب كثيرة جدا للأمانة وعب عليكم وأنكم ولكن اللي يعني بيحب ويبحث وهذا ما عندي معنا اللهجات العرب قبل الإسلام دكتور جواند علي تاريخ الإسلام السياسي دكتور حسن إبراهيم الأحرف السابعة دكتور حسن عطر الصاحب في فقه اللغة لإبن فارس الخصائص لإبن جني أسواق العرب في الجاهلية والإسلام الأفغاني جامعة تبيان في تأويل آية القرآن لإمام الطبري العصر الجاهلي دكتور شوقي ضيف المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم أبي منصور الجواليقي البرهان في علم القرآن الإتقان في علم القرآن الرسالة لإمام الشافعي من روايق القرآن لمحمد سعيد البوطي اللي قال أغشندي تاريخ قبال العرب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب الكرماني شواز القراءة مراجع اخترضة كثيرة جدا فأنا أرجو منكم أنكم أترزوا معي في الدورة لأنه مراجعها كثيرة جدا والمراجع أغلبها مراجع قديمة وصعب القراءة منها كمان فأركزوا معي وإن شاء الله تطلعوا بحصولة علمية ممتازة في نهاية هذه الدورة أخترضها إن شاء الله بإذنه تعالى الأخت علية رفع تفضلي أخت علية إذا عندك سؤال سمع عليكم يعني سيسح نسجل نسجل المحضرة ولا حضرتك بخط إدنى ولا حضرتك تبعتنا كتاب كتاب ندرسه ما تبعتنا حضرتك كتاب كتابه لما ندرسه ونخلص ونخلص والله والله أخت علية ما في كتاب محدد لهذه الدورة كتب عديدة كتب عديدة ونخلص اللي بعد وهكذا واللي أنت حضرتك بجيب الآن إعتمدوا فقط على التسجيلات إعتمدوا فقط على التسجيلات وأنا لسه جاعد لسه بقى حضر في مادة علمية فإن شاء الله ممكن يعني في نصف هذه الدورة أو في نهايتها يكون يعني في يعني حضرتك لما مش كتاب نفسه ممكن أن تعملها زي ملخص كده وتبعتهن على الجروب صحيح بس أنا لسه أخت عدية بقى أجهز في المادة العلمية يعني لسه غير مكتملة يعني شوي شوي أنا عشان تكون في الصورة درست هذه المادة هذه دورة قبل ذلك ولكني لم أتوسع فيها كثيرا فأنتو دورتكم هذه سوف أتوسع فيها كثيرا إن شاء الله فأرجو أنكم تتحملوني لأنه حقيقة لسه يعني إيش أجهز لهذه الدورة فإن شاء الله كل محاضر إن شاء الله سوف يكون عندكم إيش أشياء جديدة بذل الله تعالى إذنه تعالى الأخ الدعاء تفضلي السلام عليكم الأخ الدعاء يبدو الأخ الدعاء معذرة بالغلط شيخنا حقيقة كل الأخ الدعاء الله يباك فيك طيب إخواني أخواتي هل أحد عنده سؤال استصار وإذا ما فيه سؤاله هذا اللقاء إن شاء الله يبدو الأمور عندكم تمام طيب أشكر لكم حسن استماعكم أخواني أخواتي الكرام ألقاكم في لقاء المحاضرة بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر